وصل فريق الشرطة سلسلة انتصاراته في الدور العراقي لكرة الصلاة بمجموعته الثانية بعد تغلبه على مضيفه بلدية البصرة بثلاثة أهداف المقابل هدفين ضمن منافسات جولة السادسة للمرحلات الثانية للمسابقة سجل ثلاثية الشرطة المحترف المصري عبد الأشول فيما سجل حدفي بلدية البصرة عقيل باسم والمحترف الإيراني إجواد حيدري لوصل الشرطة صدرته للمجموعة الثانية برصيد تسع وثلاثين نقطة فيما تجمد رصيد بلدية البصرة بثلاثة وعشرين نقطة في المركز الثالث وتقام الجمعة المقبل ثلاثة مواجهات لحسابة جولة والمجموعة ذاتها حيث يلتقي نفطة جنوب بفريق النور ويلعب فريق الحكيم ضيفه مصاف الوسط فيما يلتقي الجنسية بأمانات بغداد ترجمة نانسي قنقر